بسم الله الرحمن الرحيم يا صباح الخير على حضراتكم أهلا وسهلا بكل مشاهدي هذا الصباح في كل مكان في العالم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اللايب ستريمينج اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة الآن حلقة جديدة من هذا الصباح النهاردة هو الأول من فبراير 2022 ميلادية والأول من شهر رجب 1443 هجرية اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين كل سنة وحضراتكم طيبين ربنا يجعل كل أيامنا يا رب خير وصحة وسطر وعفية وسعادة وهنا وراحة بال بصبح على حضراتكم جميعا نهاردة ان شاء الله عندنا ساعتين مليانين فقرات وأخبار كتيرة جدا أتمنى تتابعونا بصبح على حضراتكم جميعا وبصبح على كل زملائي في هذا الصباح والتحية والصباح موصلين إلى زميلي همام صباح الفل سواء الخير عليك يا منا وسواء الخير عليكم مشاهدينا العزاء في مصر والوطن العربي وكل مشاهدينا ومتابع هذا الصباح على أكسرا نيوز النهاردة حلقة نهاية الأسبوع بالنسبة لي أنا ومنا لكن هذا الصباح مستمر على مدار الأسبوع سبعة أيام في الأسبوع سواء أنا ومنا أو بعد كده ان شاء الله زمولاء آخرين في الثلاث أيام الجايد النهاردة عندنا العديد من الفقرات المختلفة والمتنوع والفقرات النقاشية والفقرات الخدمية والفقرات الثبتة في هذا الصباح اللي بنحرص على تقدم لحضراتكم فقرة الطقس والمرور وأيضا الفقرة الرياضية وأخبار الرياضة في نهاية هذا الأسبوع سوف تبدأ أجازة منتصف العام رسميا ستبدأ في الثالث من فبراير وربما تستمر لأسبوعين لكن في بعض الطلبة خصوصا الأصغر كان أو خلصوا امتحانات نهاية الترمي الأولاني في البداية الأسبوع وحتى الأسبوع الماضي وبالتالي عندهم ثلاث أربع أسابيع في أجازة منتصف العام صحيح أن أجازة منتصف السنة بتكون أقصر من أجازة نهاية العام لكن ضروري أن احنا أيضا نخطط لهذه الأجازة ونعرف هنعمل إيه مع الأولاد أي نعم لازم نفصل لازم خلي الأولاد يفصلوا بين الدراسة وبين الأجازة يخلي عندهم يعني شوية من أنه هو ما نجيبش سيرة المذاكرة ما نجيبش سيرة الدراسة ما نفتحش الكتب ما نرجعش نأجل ده ونرحلوا ليه بداية الترمي التاني لكن مهم جدا أن احنا نخطط هنعمل إيه في بعض الناس يا منا بتفضل أنها تودي أولادها النادي ولو كان موضوع الرياضة مستمر طول السنة لكن بيتركز بشكل أكتر شوية في أجازة منتصف السنة لازم نستغل معرض الكتاب وهيستمر تقريبا لمدة أسبوع من 1 فبراير ل7 فبراير في منتصف العام لازم برضو نشجع الناس نشجع الأطفال على القراءة برأيك كده ممكن الأطفال يعملوا إيه في الأجازة حاجات كتير طبعا ويعني أنا بفتكر برضو إحنا نفسنا لما كنا في المدارس وفي الجامعة كنا بنعمل إيه في أجازة نصف السنة كنا بنلعب بس عن نفسه كنت بنلعب جدا ليه بقى أنا كنت أصلي مدرسة أنا قلت لك قبل كده مدرسة كتفق أبو ظبي ففي أجازة نصف سنة كنا بننزل لمصر نقضي الأسبوعين دول أجازة فطبعا يعني ما خلاص بقى أنا 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 فصحة في رحلة في حاجات كتير ممكن نعملها وطبعا ما فيش شك إنه حتى لو عندي ترمي جديد حيبدأ ومحتاجة أستعاد ليه وده في كتير من أولاية لأمور بيعملوا ده بيبقى بالاتفاق مع على حسب كل مدرسة ونظامها إيه لأنه في مدارس بيبقى مدية مش هومورك بس بيبقى زي تجهيزات للترمي الجديد فده طبعا مفهوم وبرضو مهم إن إحنا نقرأ ما نفصلش خالص الولادة 14-15 يوم عن مودة تعليم يبقى برضو فيه ولو بعض القراءة في الموضوع بس برضو لازم يكون الجزء الأكبر من استغلال هذه الإجازة الإجازة صحيح؟ إنه الإجازة إجازة مش إجازة الإجازة لا طبعا طبعا لا فلازم يكون فيه استغلال يعني يفضل دايما إنه بيكون الجزء الأكبر من الإجازة أو أجازة نص السنة في الراحة فشحن الطاقة كده عند ولدنا نخليهم تمرينات النادي طبعا مهمة جدا هي من مفهود انها مستمرة طول السنة بس بقى فيه تركيز اكتر عليها في اجازة مصر السنة طبعا معرض الكتاب فرصة هيلة 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 علشان نعمل الاتنين يعني منها بالروح مكان حلو ونتفرج على كتب وطبعا برضو هناك حتى فيه برضو فعليات كتيرة وانشطة مختلفة وفيه كمان برضو مأكلات ومشروبات فالواحد يعني بيقضي يوم بس كمان فيها جزء مهم انه برضو فكرة ان احنا طول الوقت بنفكر في ان القراءة ده شيء لازم يكون مستمر معنا في حياتنا سواء احنا كنا اجازة او ايام شغل او ايام دراسة فديه الوجه المختلفة المهم برضو امنا ان احنا نبعد عن الاجهزة على البوبيلات عن التاب اللي احنا اللي منتشر بقى او اصبح منتشر في البيوت مش 24 ساعة الناس والاطفال تحديدا عادين على الاجهزة الحديثة ده طبعا ويمكن عندنا فقرة النهاردة هنتكلم عن انعكاس الاجهزة الحديثة عن زيادة الاكتئاب عند الشخص لازم الاطفال يروحوا جنائم يروحوا حدائق اماكن مفتوحة يلعبوا رياضة زي ما قلنا يقرأوا ونشجعهم على القراءة نعمل لهم هدف ممكن في خلال الاسبوعين ان هما يوصلوا ونرصد لهم جوائز مثلا او هدايا في خلال الاسبوعين لهم حولوا حققوا الهدف ففيه انشطة كتير فيه حاجات كتير ممكن نعملها خلال الاسبوعين المهم انا اظن في اهم حاجة في الاسبوعين لازم نخطط هنعمل ايه او ايه الهدف اللي احنا عاوزينه في الاسبوعين منا كانت بتتكلم ولو ان فيه اختلاف بعض الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين منا في الموضوع ان احنا نفصل بين الدراسة وبين الاجهزة انا مع الناس اللي بتفصل بين الدراسة والاجهزة علشان نشحن الطاقة ومنا استخدمت هذا اللفظ هو اللفظ في محله تحديدا انحن نشحن طاقتنا للترم التاني نفصل شوية من الدراسة هما اسبوعين او ثلاثة اسابيع عشان نرجع مرة تانية بطاقة جديدة وبحماس اكبر يمكن فيه الترم التاني انت عارف فيها من الحاجات اللي بيحترمها جدا للناس اللي بتعمل ايه همام الناس اللي بتستغل اجازة نص السنة اكتر لانه في اجازة الصيف بتبقى عادة بقى ساحل وصفر وبحر وكده اجازة نص السنة بيستغلوها في التواصل وصلاة الرحم يعني انا مثلا ما اصرا في حق تيتا ما اصرا في حق عمات الولاد خالات الولاد ايا كان يعني او حتى الاصدقاء المقربين اخد الولاد واعمل الزيارات دي انت بتضحك لين هيتردون على الوقت انا في اسبوعين لا انا بقولش نوعد عندهم اسبوعين انا بقول طول الاسبوعين نعمل زي بلان كده النهار ده مثلا نزور عمتهم او عمتهم مثلا كمان يومين نزور تيتا ونقضي اليوم معاها انا بقول كده اه طبعا انا ما قلتش نقضي الاسبوعين شانتك ضبنا بقى وطاك طاك طاك سلاموا عليكم احنا جايين نقض معاكم اسبوعين بولادنا بحاجتنا والصلاتات والبغنوج عليكم بقى لا بس بجد موضوع صلة الرحم ده انا في الاجهزة اساسية لازم نروح طبعا لازم نوديهم عند صح لانه خلال الترمو والدراسة بتبقى شوية موضوع التزاور ده امكانياته اقل شوية عشان الوقت يكون محبوب شوية طبعا في النهاية فيه انشطة كتير فيه حاجات كتير ممكن نعملها في اجازة نص السنة وبالتالي في البداية لازم نخطط نعمل ايه ونرصد اهداف معينة وبقدر الامكان نقدر نحقق هذه الاهداف صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل مشاهدين ومتابعينا وصباح الخير على كل زماني ولازم نصبح طبعا على صمر الزهيري معنا النهاردة علشان اتقدم لنا احوال الطقس يا صباح الفل يا صمر صباح الفل والياسمين يا منا ويا همام اخبركم ايه يمكن جميل ان شاء الله خلينا ننتقل اجازة صفر يا همام ما فيهاش كلام اجازة لازم ننتقل من مكان لما كان نص السنة بتكون اكتر شوية لا ليه مصر على فكرة يعني لو هنتكلم في الصفر داخل مصر فيه اماكن شتوية جميلة جدا طبعا بس هي نقصر واسوان فيه اماكن مشاتي حلوة قوي والصخنة كمان بتمشي في صف وشطة على فكرة لاينا الصخنة ما بتنزلش طعوم يمكن اكيد بتعايزين الاولاد دي صيف وشف صيف وشطة لا لا فيه فيه مصايف حلوة قوي في مصر وفيه مشاتي كمان يعني ما فيش حجة طبعا خلي بس فيلك موضوع الصخنة في الشتة ده العلم اجباع حلوة جدا ما جربتش هجرب نجربيها على ضمان خلينا ننتقل حليان مشاهدين الكرام لأولى خدماتنا اليومية التعرف على حالة التقس حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أثلاثاء ارتفع نسبه فيه درجات الحرارة ليسود تقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصلوا إلى حد السقيع على وسط سيناء هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أتربة عالقة بالجو ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة على السواحل الشمالية الغربية أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة مشاهدين فدرجات الحرارة اليوم في القاهرة الصغرى 10 درجات والعظمى 18 في الأسكندرية الصغرى 10 درجات والعظمى 18 في مطروح الصغرى 10 درجات والعظمى 17 أما عن فورسعيد فالصغرى 10 درجات والعظمى 18 بالانتقال إلى شرم الشيخ تكون درجات الحرارة الصغرى 13 والعظمى 19 في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20 في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 20 أما عن أسوان فتكون درجات الحرارة الصغرى 7 درجات والعظمى 20 درجات للتعرف أكتر مشاهدين على حالة التقس اليوم ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير عليك يا دكتورة مونار بصبح عليك وبسألك عن حالة الجو النهاردة صباح الخير على حضرتك أستاذة سمر وكل أستاذ المشاهدين نحن طبعا اليوم وغدا إن شاء الله بنجهد استقرار في الأحوال الجوية اكتفاع نسب وصفيف بدرجات الحرارة عن الأمن بتعود درجات الحرارة حول المعدل الصبيعي اللي احنا دايما متعودين عليه في قص الشتاء بيادة لفترات سطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية التقس يكون خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري أيضا محافظات شمال السعيد والسواحل الشمالية للبلاد بيكون دافية على جنوب السعيد وجنوب سيناء ده طبعا خلال فترة اندهار خلال فترة الليل درجات الحرارة بتكون ما بين العشر واللحداشر بدرجة مقوية على شمال البلاد فالتقس بيظل شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية اللي بيوصل أحيانا لحد استقيح خاصة ساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال السعيد ووسط بناء لأن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر درجات الحرارة تنففت بشكل ملحوظ توصل لأقل من خمس درجات في المناطق دي أيضا اليوم شاهدنا شابورة مائية خفيفة في سماء القاهرة الكبرى لكنها مؤثرتش على حركة المرور وتلاشف مع سطوع أشعة الشمس كمان اليوم الظاهرة المؤثرة اللي هتكون خلال ساعات النهار هي الأشباء العالقة بتأدي من خفاض الرؤية أحيانا لكنها سبقى خفيفة مشاً خفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية طبعا ده بقصة يستمر معنا الغدن الأربعاء كمان لكن متوقع إن شاء الله من يوم الخميس القادم نشهد حالة من التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سبب تأثرنا طبعا بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط وطبعا منخفض جوي في سبقات الجو العليا حالة دي طبعا هيكون فيها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال الجلال قد تمتد للقاهرة الكبرى وشمال السعين أيضا نشاط ملحوظ في الرياح وطبعا سرعة الرياح هتكون ما بين 40 و50 كيلو متر في الساعة هل منخفض يوم الخميس دكتورة منارة هيتشابه مع المنخفض الجوي الأخير إحنا لسه ما طلعناش منه يعني هي الحالة هتكون زي كده حالة يعني يوم الأربع بالدرجات الحرارة مش هتكون منخفضة فيها بالشكل الملحوظ لأنه نحن يوم الأربعاء الماضي الأسبوع الماضي كانت 16 درجة مقوية خلال هزة الأسبوع أو خلال حالة عدم الاستقرار هتكون ما بين 16 وال17 هيكون فيها العناصر الأساسية المهمة هو سقوط الأمطار نشاط الرياح انصفات درجات الحرارة مش هيكون بالشكل الملحوظ بإذن الله هي حالة دايما نتعودين عليها بالتأكيد بشكرك شكرا جزيلا دكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهائة الأرصاد الجوية على هذا الكم من المعلومات والآن مشاهدينا ننتقل ونعود مرة أخرى لاستكمال بقي فقرات ستوديو هذا الصباح ما زمي لاي منه حساك نسيت إحنا راحين فين مين اللي قاعدين دو جو هيبقى برد قوي انت عارفة ان البرد الجامل دا ساعد بيعمل بيعمل بتحس انك انت بجد مش فاكرة أسماء ققرة بالناس ليك أو حد قاعد وصادق وانت عارفاه ورايحا بالك شكرا لديك وبمناسبة المنتل بلوك والجو البارد أنا أول ما دخلت للثلاثة الصبحة أصلا قلت الزميل جو تلج فأنا بقول لحضراتكم النهاردة الأول من رجب هو حقيقة الأمر النهاردة التاسع والعشرين من جمادي الآخر وان شاء الله النهاردة تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع على الهلال لبيان إذا ما كان غدا هو الأول من رجب أم بعد غد يعني الأربع أو الخميس فكل الأحوال ربنا يا رب بنكرر نفس الدعاء مرة تانية اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين نروح دلوقتي مشاهدين نشوف معايد قطارات من وإلى الوجه الإبلي والوجه البحري موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر احنا في قمة النشاط والحيوية يعني نقوم القوام والنهوض من تحت اللحاف والبطنية والكوفيرتا يعني اي حاجة تقعد حتى يد حضرتك كده في البرد ده وتبدأ يومك بنشاط لازم نبقى عارفين ومخططين انه النهاردة ان شاء الله انا حتمرن انا حلعب شوية رياضة في الجنب بقى في البيت في الجنينة اللي جنب البيت عندك في اي مكان والاي وقت 10 دقاية 3 ساعة ونصف ساعة اللي تقدر عليه المهم يومي النهاردة باذن الله لن يخلو من النشاط وممارسة الرياضة الكابتن حسام حسن مدرب اليقاء البدنية هيورينا شوية تمرينات حلوة جدا ازاي كده حتى لو في الفراش اير والجو الحلو كده نقدر نتمرن الرياضة وتمريناته النهاردة حيركز فيها اكتر على منطقة البطن بس مش عضلة البطن لا ازاي منطقة البطن عموما نقدر ننزل منها الوزن الزيد البطن تحديدا حتى في اللبس بتبقى يعني دمها تقيل حبتين لما يكون فيه دهون زيادة بتوعيقك عن لبس حاجات كتيرة بتبقى نفسك تلبسها وفي نفس الوقت طبعا اكيد صحة وتخلص من الدهون نتابع معنا صباح الخير على السيدة مشاهدين قناة اكسترا نيوز النهاردة هنتكلم اقعى عن موضوع مهم جدا وناس تير تسأل عنه وهو موضوع الكرش او البطن او ازاي اعمل فقدان للوزن للدهون اللي على منطقة البطن هنقولها بكذا طريقة معينة الكرش وكرا اشان محدش تداي اللي عايز يفكي الدهون معينة على منطقة البطن او ينزل بطنه او يعمل كل ده هنعمل ايه سواء مثلا في مكانك في الشغل او في مكان معين مش هتعرف اللي انت هتوعد على الارض او تنام او معاكش اي وسائل مساعدة التمرين احنا منسهل عليكم كل حاجة مع قناة اجسترا نيوز النهاردة في التمرين الوضعي هنسهل عليكم كل حاجة وهنشوف التمرين اللي ممكن نعملها النهاردة ان شاء الله هتعملها وانت واقع بس فيحك فيه كم نقطة قبل نبدأ التمرين خلينا عارفنا كواس جدا ان البطن او التمرين اللي احنا نعملها البطن مش بيتنزل الدهون اللي على البطن التمرين اللي احنا نعملها بتاوي عضلات البطن من جوه فلما العضلات بتاعتنا تكبر او حجم المسلز بتزيد بيزود معدل الحرق بتاع الدهوني في جسمنا لكن التمرين مش هتنزل كرش فما اهم حاجة مع تمرين البطن اهم حاجة لازم اكون حاسب النظام الغذائي بتاعي اكون حاسبه بطريقة كويسة جدا وكون عارف جسمي محتاج قد ايه كالوريز السعرات حرية وبروتين وفاتس علشان ساعتها وانا اعمل النظام الغذائي الدهون تبدأ تنزل لوحدها التمرين عام المساعب بيزود المسلز بيزود العضلات من جوه فلما العضلات بتزيد بيبع اه بيزود او بيزود او بيسرع معدل الحرق الدهون اللي في الجسم او الفاتس اللي في الجسم كلها بيترى احسن يبقى كده احنا معتقدين او او الصحة اصلا ان احنا تمارين البطن بجانب النظام الغذائي قبل ما نبدأ اي تمارين او امام نبدأ التمرين هنعمل اي تسخيل الجسم يدخ الدم في الدورة الدموية او نعمل احمق اي حاجة وممكن نعمل مارش في المكان او نجري في المكان وحنا نقفين كده tour one two three four five six seven eight nine ten سوف نستطيع الأمر بس وقت من حينها سوف نستطيع الأمر من دقيقة في المكان لنسخل جسمنا كميس ونحن نفق جسمنا فيها والنحية الثانية سوف نقوم بس نبدأ التمارين وتمع هذه الكوعة سوف نقوم بقرار المدين هو متى ثلاث ثلاث خاف سال اخذ النفس جيد وانا شغيل ائت نائلة تن المحطة الثانية وا واد ثلاث فار خاف سيكس سيبا ائت نائلة ثانيا سنقوم بسيطة وثلاثة ثانيا لا ننسى نفسه و ارتاح دقيقة و ارتاح دقيقة و ارتاح ثانيا ثانيا لا أقوم بسيطة و سأحمل على أول ثانيا 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 سوف تخليل من 3 او 30 عده اخذ اكسجين ونطلع سنوات الكربون لان اكسجين ستصل الى الدم من العضلات بطريقة سريعة افضل طبقين واحد دعا ثلاث 3 4 5 6 7 8 9 10 سأقوم بعمل ثلاثة في عشرين عدة أو ثلاثة في ثلاثين عدة سأقوم بعمل ثلاثة هذه التمرين مفيدة جدا وبسيطة جدا لأنهم أربعة تمرين لأنهم دائما واستمرين عليهم يفرق معنى جدا هناك معلومة كويسة أو أريد أن أقولها أمتى تمرن بطن؟ هل أتمرنها يوميا؟ أمتى تمرنها يوميا؟ أمتى تمرنها كل يوم عادي البطن عضلة زي بقية العضلات لا ينفحش أتمرنها يوميا لأنها ستحمل عليها وتعمل حضم عضلي والعضل أصلاً ليس سيزيد والعضلات بطنة كلها ضغط عليها ليس سيزيد لازم أعمل لها ركوفري ما أفعله؟ أتمرن يوم بعد يوم لأن البطن يحتاج إلى ركوفر 20 ساعة لذلك يوم ألعابها وريحة لأنه يمكن أن يوم بطن يوم جناب يوم بطن يوم جناب وأستمرن عليها لا أفعل أن ألعب بطنة كل يوم وراء بعد هناك سؤال جدا يقولون أن الناس يتسألون أن تقولون هل بطن عضلة؟ عضلتين اثنين اتنات ستة تمانية عشرة سيكس باكس والأيت باكس والتين باكس لأن البطن يأتي من العضلة أمام البطن يكون عضلة البطن في الأمام يقصد من جناتنا الوراثية كل واحد لديه 500 ساعة يجب تلك الساعة أمام تلك الساعة تنتبهى لدينا تجتساه ومتاكدين كل مليون في المئة أن البطن عضلة ليسون لا مجرى هذه هذه العضلة يزاله لجناتنا الورصية إن شاء الله يستفدوا معنا النهاردة وتمانين أفضل في الحلقات القادمة إن شاء الله شكراً لكابتن حسام حسن بالأمس وصلت بعثة النادي الأهلي إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية بدون طبعاً لعبيه الدوليين المصريين وإن عاد إلى النادي الأهلي لعبين مهمين أليو ديانج طبعاً من المنتخب مالي وأيضاً من المنتخب التونسي الكابتن علي معلولي لكن لعبين الدوليين طبعاً مع المنتخب المصري ماذا عن المنتخب المصري؟ ماذا عن مصابين المنتخب المصري؟ هل في فرص لعودة المصابين في مباراة الكاميرون؟ المزيد عن تفاصيل المنتخب وأيضاً تفاصيل وصول النادي الأهلي إلى أبوظبي مع سمر الزهيري سمر شكراً لك همامو الآن مع أخبار الرياضة اشتركوا في القناة بدأ المنتخب الوطني تدريباته استعداداً لمباراة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بستادي أولمبياي الذي قرر الكاف إعادة فتحه لاستقبال مباراة البطولة مجدداً هذا وأدى المنتخب الوطني تدريباته على فترتين تضمنت الفترة الأولى تدريباً بدنياً واستشفائياً في مقر إقامته فيما أدى تدريبه المسائي على الملعب الفرعي لستاذ أحمد أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية يوندي هذا وشارك في التدريبين جميع اللاعبين عاد أحمد حجازي الذي تبين من الأشعة التي أجراها إصابته بتمزق في أوطار العضلة الضامة استوجبوا العلاج في أحد المراكز المتخصصة وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة فيما شارك محمد أبو جبل في التدريبات الصباحية الاستشفائية بعد أن أكدت الأشعة التي أجراها عن إصابته بإجهاد في العضلة الضامة بينما حصل على راحة من التدريب المسائي فيما يواصل محمد أشنوي برنامجه العلاجي هذا وأجرت بعثة المنتخب الوطني مسحة طبية جميع لجميع نتائجها ظهرت سلبية أعلن الكاف التشكيلة الأفضل في دورة الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا فيما اخترى الكاف أربعة لعبين مصريين ضمن التشكيلة يأتي في حراسة المرمى المصري محمد أبو جبل وفي خط دفاع محمد عبد المنعم وفي خط الوسط الكاميروني محمد أنني وفي خط الهجوم محمد صلاح وصلت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى الإمارات استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة في مطار أبو ظبي ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية ويغيب عن البعثة اللعبون دوليون الذين يخضون بطولة كأس الأمم الإفريقية فيما سافر المالي اليو ديانج مع الفريق وكما سينضم أيضا علي معلول إلى البعثة في الإمارات ومن المقرر أن يواجه الأهلي بطل المكسيك وأمريكا الشمالية منتري في أولى لقاءاته يوم السبت المقبل تقوم اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات ضمن لقاءات المجموعة الثالثة في منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعة لبطولات كأس رابطة الأمدية حيث يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش بينما يواجه فاركو فريق أمبي كما يلعب غزل المحلة أمام سيراميكا كيليو بطرا وستقام جميع اللقاءات في الخامسة مساء حيث يتصدر المحلة ترتيب المجموعة بالتساوي مع أمبي برصيد ثماني نقاط حسما النادي الإسماعيلي أتأهلا من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأمدية بعد فوزه على الجناء المزيد في التقريرات جولة جديدة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأمدية المحترفة في نسختها الأولى فريق الاتحاد السكندري حقق فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم على استاد السلام ضمن مباريات المجموعة الأولى اللاعب طارقتها تقدم لفيوتشر في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء ثم أحرز اللاعب الأنجولي أجوسينيو مابولولو هدفين متتاليين في الدقيقتين السابعة والثمانين من ضربة جزاء والثالثة والتسعين من عمر المباراة الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى إحدى عشرة نقطة يحتل بها وصفة ترتيب المجموعة الأولى وبفارق نقطة خلف فيوتشر صاحب الصدارة ويتقدم الاتحاد السباق على بطاقة الصعود إلى نصف النهائي كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في انتظار ما ستسفر عنه مباراة بمعفرق يوم الثلاثاء فريق الإسماعيلي تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية وذلك بفوزه الكبير على فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في استاد الإسماعيلية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات وسجل ربعية الدرويش كل من محمد دوسوقي والبوليفي كارميليو الجرناز ثم الأرجنتيني دييغو فرناندو وعبد الرحمن مجدي بينما سجل هدف الجونة الوحيد اللاعب خالد قمر وبهذه النتيجة تصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط بينما توقف رصيد الجونة عند خمس نقاط وفي المجموعة الثانية أيضا فاز فريق المقاولون العرب على سموح بهدفين لهدف في مباراة أقبت على ملعب عثمان أحمد عثمان اللاعب عماد فتحي سجل الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة الثانية ثم أضف الكولومبي لويس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين بينما سجل هدف الفريق السكندري الوحيد أحمد رمضان بيكهم في الدقيقة التاسعة والسبعين هذا وأعلن نادي أفرتون الإنجليزي تعيين مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبرد مدربا جديدا للفريق لخلافة رافايل بينتيز ووقع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقدا لعامين ونصف العام حتى يونيو عشرين أربعة وعشرين في تجربته الثالثة كمدرب وقال لامبرد أنه متحمس جدا لبدء المهمة مع أفرتون ختم جولتنا الرياضية أما الآن عودة للستوديو هذا الصباح إليك همام شكرا جزيلا يا سمر ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري وأيضا للنادي الأهلي في المعركة الأفريقية وأيضا المعركة الدولية بالنسبة للنادي الأهلي شكرا جزيلا خلونا نروح لمجموعة من الأخبار أخبار حول العالم فيها بعض يعني الزوايا المختلفة شوية من كل المناح الحياتية اللي بنعيشها خلينا نبدأها الأول بالكلام عن موضوع بأن سنتين العالم كله بيتكلم عنه تقريبا يعني ما بنتكلمش عن غيره بشكل مركز قوي كده ألا وهو كوفيد 19 أو كورونا ومتحوراتها طبعا حضراتكم عارفين أنه دايما حتى اللي بيحس أنه عنده أعراض أو بيبقى تعبان لو حتى قرر أنه هو ما يعملش بي سي آر ما يعملش تاست فالمفروض أنه بيعزن نفسه في البيت أسبوعين 14 يوم يعني الحقيقة أنه في حالة شاب برازيلي عنده 38 سنة حالة غريبة جدا والعلماء من معاهد ومؤسسات علمية وطبية في العالم كله مش لقين تفسير لحالته دي الشاب البرازيلي ده عنده 38 سنة زي ما قلت جات له كورونا وبقالها معاه 232 يوم متواصل مش كأعراض مرضية وإنما كعينة الدم بتاعته النتيجة إيجابية يعني كل فترة لما بيعمل البي سي آر بيطلع له بيطلع له إيجابي 232 يوم هذه الحالة الاستثنائية هذه الحالة الشاذة بالنسبة لفيروس كورونا خلت باحثين من معاهد باستير في فرنسا وجامعة سوباولو ومؤسسة أوزالدو كروز في البرازيل بيهتموا بدرست الحالة حسب صحيفة ميلينيو الإسبانية الحالة دي حيارت الباحثين في البرازيل ووضح الباحث اللي اسمه ماريلتون دوس باسس كونيا قال إن المريض كان من بين 38 حالة تم تتبعها من قبل الجامعة بينهم حالات لرجلين ومرأة كانت الحالات غير نمطية غير معتادة بالنسبة لمرضى كورونا استمر الفيروس من بداية اكتشافه في أجسامهم لأكتر من 70 يوم فقط بالنسبة لحالة الشاب البرازيلي اللي استمرت حالته إيجابية لمدة 232 يوم ده طبعا خلى العلماء يستمروا في دراسة هذه الحالة للشاب البرازيلي بالتأكيد منها ما عندهوش أعراض لكن زي ما أنت قلت في البداية الفيروس موجود في جسمه نتيجة الPCR كانت إيجابية طول الوقت وأنا أظن بعد يعني أنا مش يعني مش طبيبي يعني لكن بحسب الأطباء يعني بعد 21 يوم العدوة بتبقى قليلة أو ربما بتكون مستحيل أو أقصى مدة 21 يوم بص أنا اكتشفت حاجة يا همم أنه ده بيتعلق بالفيروس لود يعني كمية الفيروس اللي موجودة في الجسم يعني اكتشفت حاجة أنا من السنتين اللي فاتوا دول أنه ممكن مثلا واحد عنده كورونا يقعد في قعدة مع مجموعة من الناس يعدي شخص واحد بس أو شخصين وممكن واحد تاني تلاقي عدى الأم بالليلة كلها يعني عدى كل المجموعة اللي قعدة ده بيبقى نسبة الفيروس لود عنده أعلى صحيح فده أي رذاب بيطلع منه أو أي قح عقص أي حاجة بيعدي نسبة الفيروس والمناعة بالنسبة للشخص المتوقع لهذا الفيروس ده خلنا نروح لموضوع تاني خبر تاني وهو متعلق بالبحوث الفلكية المعد القوم البحوث الفلكية أعلن عن الظواهر الفلكية اللي هنتبعها خلال شهر فبراير الجاري واللي بدأت مع أول أيام الشهر بظهور القمر الجديد أو محاق شهر فبراير واللي بيشرق مع شمس النهاردة هو فيه محاق فبراير هو الشهر العربي يعني يمكن محاق رجب لكن الشهر القمر مرتوط بالشهور العربية مش بالشهور هنسأل في كل أحوال يعني علشان كده بيكون ده الوقت أو التوقيت الأفضل لمراقبة الكواكب والأجرام السماوية اللي ضاعتها أقل زي المجرات أو الحشود النجمية أو الكواكبات البعيدة الحقيقة أنه الأمر بالتالي مش هيكون مرئي بالليل يعني وبيقال أنه ده بيكون التوقيت الأفضل لمراقبة الكواكب والأجرام السماوية والإضاءاتها طبعا وتكون أقل من المجرات أو الحشود النجمية أو الكواكبات حتى البعيدة تعالوا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع الظواهر الفلكية في شهر فبراير 2022 معانا هاتفين الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية دكتور جاد صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فندم عليكم جميعا وكل مشاهديكم صباح الخير على مصر كلها يا رب أهلنا وسهلا ما الذي ينتظر العالم من يعني ظواهر فلكية مرتقبة بحسب العلم طبعا والتنبؤات في شهر فبراير لهذا العام وممكن نسأله في البداية دكتور جاد عن هل لفظه صحيح محق فبراير ولا هو محق رجب محق رجب تفضلي دكتور الأمر زي ما حرك تفضلت مشهورا المحق الأشر العربية هو إن شاء الله يعني رؤية هلال شهر رجب هتكون نهاردة بالليل وتبقى أن حسبات فلكية الأنباء المعهد إن شاء الله يكون أوت ولد بالفعل صباح اليوم وفيه إمكانية رؤيته مع طبعا تحقق شروط الرؤية صفاء الأفق وكده وإن شاء الله يكون بكرة أول رجب كل سنة حركوا جميعا وحضرتك طائب يا دكتور إن شاء الله طائب يتظاهر الفلكية اللي بتنتظرنا في فبراير يا دكتور إن شاء الله عندنا عدد من الظاهر الفلكية ودائما تقول جو الشتاء هو يعني فيه ميزة وعيب عيب أن يبقى فيه صحب وغيوم كثيرة فبتقلل فرص رصد السماء لكن الميزة بتاعته وقتاً لن نكون في بداية الشهور العربية زي الفترة اللي احنا فيها بتكون السماء مفيش فيها إضاءة لمعاني الأمر وبالتالي بدي فرصة كبيرة لرصد الأجرامة البعيدة المجموعات النجمية أو حتى الكواكب الخافت أو اللي ملهاش إضاءة بتبقى واضحة نتيفة أن الأمر مش موجود لكن أهم الظاهر عندنا شهر العربية أقول بها اكترانات إذا كان هلال شهر رجب بكرة إن شاء الله مع المشترى وده هيبان من بعد غروب الشمس على طول لحد غروب الأمر ده حوالي ساعة سبعة تقريباً وطبعاً بتحقق شرط صفاء الأفق في تجاه الغرب هيكون مظاهرة جميلة نعارفين الهلال بيبقى شكله لامع وجميل لما بيقترم مع المشترى كمان بيكون يعني شكله فريد هل هيورها بالعين المجردة؟ يورها بالعين المجردة طبعاً ساعة سبعة هم نتكلم عليها يعني كلها يتم رؤيتها بالعين المجردة ده النهار ده على الساعة سبعة ولا بكرة؟ ده بكرة على الساعة سبعة على مساء بعد غروب الشمس لما للساعة سبعة يعني حوالي ساعة ونص يعني الوقت ده بيكون فيه صفاء شوية في ناحية الغروب يوم 13 فبراير هيبقى أيضاً اقتران للقمر مع أحد نجوم برج الجوزاء نجم بولوكس وده برضه من نجوم الكويس وده من بداية الليل لحد الفجرية طول الليل هيتمكن من رؤية تلك الاقتران واليوم اللي بعديه أيضاً اقتران للأمر 14 فبراير 14 فبراير اقتران للأمر أيضاً مع خليط النحض ده أحد الحشود النجمية في برج السرطان طبعاً 16 فبراير هيكون بدر شهر رجب يعني كل سنة والناس طيبيننا لساعة يعني رجب وشعبان ورمضان يا رب هيكون عندنا يمكن 27 و28 ايضاً يعني سلسلة من الاقترانات اللي احنا بنتبعها بقالنا كم شهر اللي هو المريخ يوم 27 وعطارة يوم 28 لكن طبعاً ده هيكونه في آخر الليل يعني من قبل الفجر شوية لحد شروق الشمس فالناس بقى يعني اللي صهرانين بقدروا يستمتع بالظاهرة دي في الصباح بس دكتور بقجاد حضرتك أول مرة على الأقل هتفين معانا يعني أول مرة تربط الظواهر الفلكية بالأبراج يعني أول مرة تقول برج الجوزاء وبرج السرطان لا خليني أوضح لحريك حاجة لا أنا على طول كده الأبراج دي معانا احنا على الأقل ده أنا عايزة أسأل حضرتك كتير قوي عن بس فيه فرق بين الأبراج كتوزيع فلكي لا 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 أنا فهمة طبعا لا 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 أنا فهمة مش بتكلم عن حظك اليوم لا خالص أنا بتكلم حتى على الرابط بالأسترولوجي يعني اللي هو علم الفلك والسؤال المعتاد دكتور الرجاد هل في أي علاقة بين الأبراج وبين دخول الأمر وهو بدر مثلا في برج معين بأي حاجة موجودة بأي تصرفات أي سلوكيات أي ظواهر بس خلينا أوضح الجزاء اللي فاتت الأبراج بالفعل أو مجموعاتها النجمية دي كتالوجات فيها توزيعات المجموعات النجمية والفشود ووضعها في صفحة السماء بغض النظر بقى يعني عن ما يقال من حظك اليوم والتارو والكلام الثاني اللي هو يعني ما لهش علاقة بالفلك لكن الأبراج وتوزيعاتها وتشكيلاتها التموات دي حقائق علمية وفلكية دي أحد الأدوات اللي بيرصبها صحيحة دكتور جاد القاضي لكن خليني خليني يعني أنتهي سورة توجودي ما حضركم إحنا على هامش دورة 53 من معرض الكتاب المعهد منظمين جناح في المعرض وفي الجناح متاعنا في بعض الأيام بنحضر تليسكوبات الأيام اللي ما يكونش فيها غيوم ولا سحب تبقى فرصة لزائر المعرض أنهم يرصدوا سطح الشمس يشوفوا بعض البقاء الشمسية دي فرصة يعني كويسة للمعرض الكتاب ممكن من النهاردة الحدد أيام إيه ولا ده حسب السحب وحسب صفاء السماء على حسب الظروف الجوية لكن في الغالب يبقى الخميس والجمعة يمكن يكون رواد أكتر بالإضافة لكيه طبعا في مجموعة من كتابات تبسيط العلوم اللي تخص مجالات الفلك تحديدا يمكن الزلازل من خلال يعني برنامو أحضركم بندعو كل المواطنين أنهم يستمتعوا باستخدام التليسكوبات اللي المعهد بيوفرها في جناح المعهد شمارة بالكتاب إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور جيد القاضي رئيس المعهد القومي البحوة الفلكية على كل هذه التفاصيل وعلى بودة معنا في هذا الصباح هنروح لخابر تاني مع حضراتكم وهو عن يعني دراسة برضو حديثة نحن بنبقى طول الوقت الحياة حارسين قوي أنه الدراسات العلمية الموفقة أكيد مش أي دراسة كده تتقال في كل مناحي حياتنا المختلفة نستعرضها مع حضراتكم في دراسة حضرت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو تصفح يعني السوشال ميديا تحديدا قبل النوم على طول يعني حضرتك لما بتبقى خلاص مهيئ نفسك أنك هتدخل تنام أو بتدخل السرير بالفعل في ناس كتيرة قوي بتفضل مسكة الموبايل في إيديها وعمالة بتتصفح السوشال ميديا الدراسة دي بتقول أنه الحركة دي تؤدي أو قد تؤدي إلى الاكتئاب يعني وبعدين لما الدراسة العلمية تقول الاكتئاب مش زي ما احنا نقول إيه أنا مكتئبة اليوم من دول أو أنا عندي اكتئاب لو يعني أي شوية زعل بناخدهم على أنهما اكتئاب لا هذه الدراسة تعني أنه حقا التصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم تؤدي بالفعل إلى مرض الاكتئاب ده غير تأثيرها المباشر على جودة النوم زي ما حضرت منه دراسة سابقة نهيكم طبعا عن استخدام وسائل التواصل بشكل متكرر زي ما أكدت دراسة أخرى قبل كده بتؤدي لزيادة مشاعر القلق والتوتر خلانا نعرف معلومات أكتر عن هذه الدراسة ومدى مش عايز أقول مصداقية مدى انعكاس هذه الدراسة على الواقع المعيشي بالنسبة لنا خصوصا نحن دايما ده أصبح تصرف معتاد وسلوك معتادة مننا أن احنا قبل من ننام نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا فيسبوك ينضم إلينا هدفيا أنا دكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفس دكتور هاشم صباح الخير أهلاً وسلام صباح الخير دكتور أنا عايزة بعد ما أسأل حضرتك عن هذه الدراسة قبل ما أسأل حضرتك عن هذه الدراسة لو تسمح لي أسأل حضرتك عن النوم هل النوم لي درجات لفلز يعني ولا النوم هو حاجة واحدة بنسمع أنه في المرحلة الأولى للنوم في نوم أعمق منها وهكذا بيقال 3 أو 4 درجات ما عرفش حضرتك بقلم وتخصص 4 درجات وهي الدورة الوحدة بتاخد حوالي ساعتين يعني مثلاً أنا نعمت الساعة عشرة الأول دورة تاخدر الساعة بعد كده 2، 4، 6 وكذا يعني بننتقل من مستوى لمستوى أعمق في النوم كل ساعتين فيهم نفس الأربع مستويات يعني كل نص ساعة مستوى طب لو حد بيقوم من النوم قام يدخل حمام يعيد بقى من الأول يعيد بيرجع من الأول تاني بيرجع من الأول تاني الفرق بقى في الموقات الأربعة إنه قرب الصبحية بيبقى فترة الهيج ربعة فترة الأحلام بتبقى أطوى يعني ممكن تاخد من الساعتين ساعة إلى ربع ساعة وبالتالي تلاقي الناس في فتكر الحلم لو صحيح قريب في الوقت هذا صحيح وقبل كده ما يفتكروش ما يفتكرش الحلم طيب خلال نسأل عن الدراسة دكتور مش عارف حضرتك سمعتها وإحنا بنتكلم عليها هل فعلا يعني نحن نرصد وإحنا نتابع وسائل التواصل الاجتماعي وإحنا نايمين كده على السرير قبل من نام مباشرة هل ده بيؤدي مباشرة الاجتماعي هو أكيد يعني البحث ده لازم يكون دي شبق آخر وأنا هتفرج على أني مثلا لأن الحدوثا مش حكاية أن أنا التواصل الاجتماعي يعني أنا مثلا ببتح في التواصل الاجتماعي على حاجات دي علاقة بالكوميديا هجي لي اكتئاب لي طيب بالتالي هو لازم تكون المواضيع اللي أنا بشتغل عليها بتكون مواضيع بتسبب للواحد قلق توتر وبالتالي بيشعر بيه طيب خلينا أسأل السؤال لدكتور هاشم السؤال أسأل بشكل تاني بشكل مختلف هل فكرة أن أنا أمسك التليفون قبل منام هل ده بيؤدي مباشرة إلى الاجتئاب بغض النظر عن اللي أنا بتفرج عليه أو خل تضر لا تهياليش أنه ممكن يؤدي الاجتئاب إلا لو أنا بتفرج على مواد كعيبة وأن أنا عندي استعداد أن أنا يجيدي اكتئاب لكن العكس أنه فيه بقى ناس بيبقى مخوم شرغال للنعارة بك يبقى عايدين يحطوا بقى التواصل الاجتماعي ده عشان يفصلوا حيث أنه هو يشغل مخه قبل ما ينام فباي دخله في النوع ما هو ممكن يا دكتور برضو يبقى جزء من ده ليه لأنه لما بتصفح يعني ممكن يبقى الدراسة أي لك كده عشان أنا لما بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي غصب عني يعيني بتوقع على بعض الأحداث الغير صارة مشاكل نسة عبانة وفيات فغصب عني بقى استدرج إلى الزون دي الزون اللي فيها مدايقة وزعل ما هي دي على حسب عشان كده بقولك هي على حسب على حسب المادة اللي بنقراها فراجت على أي بالضبط لو انعينت فراجت على حاجة لطيسة حيبقى من النوم كويس طيب بغض النظر عن النوم فكرة استخدام وسألة تواصل الاجتماعي يمكن كان فيه تسريب من إحدى اللي كانوا شغالين أو إحدى الموظفات في فيسبوك مؤخرا من شهرين ثلاثة كده كانت بتقول إن الصور اللي بتنزل على إنستجرام بتسبب اكتئاب وده كان دراسة في فيسبوك نفسها في شركة فيسبوك بتسبب اكتئاب للفتيات عموما في العالم علشان بيشوفوا أنماط مختلفة وأشكال مختلفة من الميكب والشعر واللبس فبالتالي بيؤدي وبيسبب الاكتئاب هل ده فعلا يعني ملاحظة دقيقة هذا وارد يعني أنا ذكر الخصة شهيرة بتاعت أستراليا جنبها كده كانت جزيرة كلها صيادين الصياد ده يروح وبيرجع وامراته قاعدة بتوضر السمك والكلام ده وكانوا يسموهم مليان ومبسوطين جدا كله مبسوط في غيرات لما فتحوا قتيل أو منتجعة وبالتالي جابوا أقمار سرعية وكده فاتضح إن في حاجة مع موديلات الموديل البنت اللقيعة والأول مرة بعد السنين فكلها يفتحوا بقى عيادة لجرحة التجميل لأنه كلهم جلوا مكتئاب لما شافوا البنات المنشوقة القوام والشكل التوارد يعني إن ده موجود فيه الأبحاث والتاريخ إنه لما الواحد بيشوف الموديل بالشكل ده هو طبعا بيت معاقل عيسن مش مبسوط أقل من الطبيعي لأنه نحن بنقارن الجمال دايما أنا شاف إنها نفسي كويس ولا لا على الأسرة بتاع صحيح بيتم تصدير معايير معينة للجمال قد لا تتوفر في المجتمع اللي إحنا عايشي كان في دراسة يا دكتور من دراسة كده من كم سنة مش من زمان قوي يعني دراسة دراسة علمية كان اسمها على ما أتذكر اسمها The Power of Television وبيقول إن The Power of Television ده ممكن يبقى أو قوة التلفزيون يعني ممكن يبقى Positive أو Negative فمن أكتر العوامل اللي متكلمين عنها في الدراسة نفس الفكرة اللي حضرتك بتقولها إنه أنا بصدر دايماً للبنات والسيدات إنه البنت لازم تبقى Super Model ممشوقة القوام أسنالها Hollywood Smile كل حاجة فيها مرسومة فالبنت أو السيدة غصباً عنها بيجي لها نوع من أنواع الاكتئاب هي بتشوف إن هي مش محققة كل ده وإنه ده Unethical يعني أو حاجة مش حلوة قوي إنه التلفزيون يعملها ويصدرها وبالمثل طبعاً مواقع التواصل الاجتماعي مهم النفس كلا حتى يعني الثامنين سعبت يقول لهم صور وهم من غير ميكب شكلهم بني أجلين عاديين لكن لما بيكون بيصوروهم بقى فوتوشاب علشان الصور بيحطو لهم ميكب وبإضاءة بيبقى لها شكل معين وحدودة كبيرة بيهياء الظروف وحدودة كبيرة قوي بيهياء الظروف المناسبة علشان تطعب الشكل ده ولشان تبقى بالمعايير اللي هم بيحاولوا يصدروها للمشاهدين يجي أجلين واحد عمال طبعا أيوة أيوة صحك مش كلهم يعني يا دكتور يعني في منهم برضو بيطلعوا على التلفزيون مش بعيد قوي عن الحقيقة يعني ولا إيه يا دكتور هاشم بس ولا إيه حنمشي كلام حضرتك على الفنانين مش على الموزعين ولا حاجة لأصبح الله مش على الموزعات مش على الموزعات دكتور هاشم بحري جزيل الشكر لحضرتك يا فندم وصبح الفل عليك خلنا نروح لخبر تاني والخبر ده مرتبط بالتجربة المصرية الرائدة حقيقة في مواجهة كيفية كورونا الدولة المصرية بتؤكد من جديد على قدرتها وتحركاتها المبكرة في مواجهة جائحة كورونا مش بس من خلال توفير اللقاحات المختلفة ولا تهيئة الأماكن لاستقبال مرضى كورونا وعلاج مرضى كورونا واللي احنا بنشوفه بقالنا سنتين تقريبا بالنسبة للخدمات الطبية المختلفة لكن كمان بتوفيرها أو بتوفير الدولة المصرية لعقار اسمه مولونو بيرافاير وده مضاد لفيروس كورونا لسه يعني مكتشف مش مكتشف لسه مصنوع حديثا في الولايات المتحدة ده بيعتبر طفرة كبيرة في طريق توفير علاجات جديدة لمرضى كورونا وتم الترخيص ليه في مصر علشان يتم تصنيعه محليا زي ما احنا عملنا قبل كده في اللقاح صحيح خلنا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا العقار في سياق العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلنا ممكن نبقى عارفين أنه الرئة هي من الأعضاء الحساسة جدا جدا والمهمة جدا في الجسم وأي مشاكل فيها بتأثر على الجسم طبعا لكن الحقيقة كثير مننا ممكن ما يبقاش عارف أنه الجو والبرد زي الجو اللي احنا فيه مثلا اليومين دول ممكن كمان يأثر على الرئة يعني مش لازم بس يكون الإنسان يجيلوا دور برد أو فيروس عشان الرئة تتأثر فكرة البرودة نفسها ممكن تتأثر على الجسم تأثر على الجسم مش بس البرد فيه حاجات كتير قوي الرئة ممكن تتأثر بيها الأتربة الغبار وحاجات تانية كتير وطبعا عايزة أركز كمان على الدخان سواء الـ direct smokers الناس المدخنة بشكل مباشر أو second smokers اللي هي الناس اللي بتقعد وسط مجموعة كبيرة عمالين بيشربوا سجير ودخان كتير فهو مش مدخن مباشر هو مدخن غير مباشر كل دي حاجات بتأثر على الرئة صحيح بالإضافة طبعا إلى فيروس كورونا احنا طبعا بقالنا زي ما قلنا من شوية من سنتين بتتكلم عن فيروس كورونا وفيروس كورونا بيؤثر بشكل مباشر على الرئة تعالوا نشوف من خلال هذا العرض الإجراءات اللي ممكن نعملها علشان نؤدي إلى أو نعمل عملية تنظيف للرئة وبعض هذه المعلومات في سياق هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا أعتقد أنه في حد النهاردة مش عارف المجهود الجبار الحقيقة واللي بيحترم جدا اللي بتقوم بيه الدولة المصرية لمكافحة وعلاج الإدمان كم سنة اللي فاتوا دول الدولة قالت إحنا الموضوع ده مش حينفع نسكت عليه وأكتر من كده ومايفعش ناخده على محمل يعني إنه حاجة ماشي حنبقى نشوفه لا فورا كان فيه خطط استراتيجية قصيرة وطويلة المدى عشان نتخلص بإذن الله يا رب واحدة واحدة كده تماما من الإدمان نتمنى أن احنا نوصل للمرحلة دي بإذن الله قريبا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كان فيه تصريح بيقول فيه إنه فيه 448 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة خضعوا بالفعل للكشف عن تعاطي المخدرات على مدار الفترة اللي فاتت ده كان مع أو بتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي صحيح الصندوق أو الصندوق أكد أيضا أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.7% بعدما كانت 8% مع بداية الحملات في مارس 2019 نحن نتكلم في خلال سنتين انخفضت تقريبا 7% خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ بالأمس وضح الصندوق انخفاض في نسبة التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات اللي تم رصدها في عام 2015 وأكد أيضا أنه تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات من 2015 حتى 2020 واللي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو من عام 2015 وأيضا تم إعداد مشروع الخطة الوطنية 2022-2026 لخفض العرض والطلب على المواد المخدرات على حال ما ينضم إلينا هدفيا الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان دكتور إبراهيم صباحا خير أهلا وسهلا يا فاند صباحا خير يا فاند أهلا وسهلا مشاكل جدا للمقدمة الرائعة الجميلة اللي بتأكدوا فيها جهود الدولة شكرا لك يا دكتور دي يعني أقل حاجة الحقيقة تتقالي أنه ده من الملفات اللي كلنا بنتبعها الإعلام والناس كلنا بنتبعها لما لي تعاطي المخدرات يعني من آثار سلبية كثيرة جدا على المجتمع عايز أسأل حضرتك سؤال الأول هي فكرة أنه أنا أكون عامل استراتيجيات وخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة وعلاج الإدمان ده ممكن يتنفذ إزاي على أرض الواقع لأنه إحنا بالنسبة لنا كمواطنين دولة تحارب الإدمان يعني نقبض على تجاري مخدرات ببساطة كده لا إزاي الدولة استخدمت المناهج العلمية الحديثة وأحدث ما وصل إليه العالم سواء في التكنولوجيا سواء في يعني إزاي شغل حضراتكم في التضامن سواء طبعا من ناحية الأمن والأمان وما إلى ذلك إزاي وصلت لي إنها تضع خطط وستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لمكافحة وعلاج الإدمان جماعة تفضلت بالفعل إحنا بنعتمد اعتمد قوي جدا على المناهج العلمية والأقارير العلمية المعنية في هذا الأمر وكمان بنخضر المعايير الدولية في تقييمنا للبرامج لو كانت الوقاية أو العلاقة فجم يهمنا جدا وإحنا بنشتغل اللي إحنا نشتغل على أساس يعني إحنا لما جئنا أطلقنا باستراتيجيات القومية في 2015 كان قبلها على طول في 2014 بحث قوم شامل مسح قوم شامل على مستوى محافظات الجمهورية علشان يوضح لنا خريطة الديمقرافية الخاصة بقضية الإدوان المخدرات في مصر كويس تتمثل في أهم أنواع المخدرات المنتشرة تتمثل في المحافظات المنتشرة فيها إيه؟ إيه أهم الأسباب المنتشرة في الوقت ده ويبتدي إحنا كمان نضع نضع خطة استراتيجية قوية جدا على إسر النتائج اللي تمت في 2014 وده كان بالفعل الخطة التنوية أو الخطة الخمسية اللي احنا وضعناها من 2015 إلى 2020 والتي أثرت عن أن احنا تقدم لنا أكثر من 140 ألف مريض أثرت عن أن ده عندنا عدد من مراكز العلاجية 28 مركز علاجي موزعين على مستوى 17 محافظة وأن يتفضل علينا فقامة رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة كمان ويفتتح لنا أربع مراكز علاجية تحت مسمى العزيمة إن زراحك تفضلتوا كده في التقرير وعرضوكم إن النساء بالإثمان تنخفض ما بين العاملين في هذه الإدارة للدولة من 1.7% قد 2.19 أسف كانت 7% قد 2.19 النهاردة 8 كمان في المية احنا ما نتكلم في نسبة كبيرة نسبة تنخفض كبيرة دكتور راح نتكلم 7% يعني دلوقت احنا أقل من 2 في كل مئة مواطن أقل من 2 من موظفين الدولة طبعا بيكونوا متعاطي مقدرة إن العامل في هذا الأمر حيث لو حاجة تذكره كده من حوالي شهر تم تطبيق القانون بالكامل القانون المعني بالكشف المباكر عن المخدرات بين أجل الدولة والحقيقة إحنا لقينا بعد تطبيق القانون ده العديد من الشركات الخاصة بتتوجه للسندوق يا جماعة إحنا عايزين نعمل نفس الشغر اللي أنتو عملتوه إحنا هنرفع يعني تقارننا خاصة بمجلس الشيوخ ومجلس النواب اسمحنا دكتور إبراهيم ظاهرة المخدرات وطاعات المخدرات والإتجار فيها ما ينفعش يكون حلول منفردة للدولة المصرية بعيدا عن المحيط الإقليمي والمحيط العربي دلوقتي إحنا بنتكلم عن مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان إيه الإجراءات اللي ممكن ناخدها ونعملها في هذا الشعر علشان نحافظ هو في النهاية هو أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية وهذا الأمن لابد أن أيضا يراعي ويتم من خلال التنسيق بين مصر وبين الدول المحيطة والدول المجاورة ده صحيح الحقيقة أن الصندوق المكافحة العلاج الإبراهيم دلات الدكتورة مهتم جدا بالبعد والتعاون الدول أنا أعزي أقول لحضرتك أن أغلب الدول العربية المحيطة بينا جزارة جمهورية مصر العربية وخاصة الصندوق المكافحة العلاج الإبراهيم لأنها من أقوى التجارب وقائيا وإعلامية حيث طبعا عارف أن سافرنا وسافر حم الصندوق قطحة وعليجي مزمان هو اللي عدنا في خلوط الكبير محمد صراح والحقيقة أن محمد صراح في الحالة اللي عملها في التواجد اللي عمله لأ كان فيه نقلة قوية جدا إعلاميا خاصة بالصندوق في هذا الأرض وبالتالي كانت ديرات متتابعة من الدول العربية ومعظم الناس في انتظار الحالة المرورية في القاهرة الكبرى في القاهرة والجيزة خلنا روح مباشرة إلى الزميلة شيرين مجدي من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور شيرين صباح الخير أهلا وسهلا بيكي قولنا أخبار المرور للوقت يعمل إيه هل فيه زحمة هل فيه كفافة مرورية في المحاول وطرق الرئيسية ولا الأمور أقرب إلى الهدوء صباح الخير همامو صباح الخير على مشهدي أكسترونيوز بالفعل من داخل غرفة العمليات المركزية للإدارة العامة للمرور بنتبع معكم الحالة المرورية في أهم وأغلب الميادين والمحاور الرئيسية على مستوى القاهرة الكبرى ربما بنشهد من خلال متابعتنا للشاشات المختلفة أن هناك سيولة مرورية في أغلب الطرق وي المحاور خاصة مع بدء أجازة منتصف العام الدراسي لأغلب المراحل الدراسية وده لانعكس واضح على الطرق وي المحاور وي اللي ناخدكم فيها في جولة دلوقتي على الشاشات بنبدأ من طريق الخاص بالمحور والقادم من مدينة الشيخ زيد متاجه إلى ميدان لبنان ربما بنشهد كسافة مرورية متوسطة ولكن متحركة بتتلاشى هذه الكسافات مع مطلع ميدان أو مطلع كبري لبنان والمنزل الخاص بميدان لبنان والمتاجه أيضا إلى شارع السودان العكس تماما منه يعني هناك سيولة مرورية تامة ووضحة في الاتجاه القادم من المهندسين متاجه إلى مدينة الشيخ زيد وكذلك أيضا منزل الدائري للقادم من الجيزة ليس هناك ما يعرقل الحالة المرورية في هذا الاتجاه بننتقل إلى الشاشة الأخرى وهو الطريق الاتجاه الآخر من المحور للقادم من ميدان القادم من ميدان لبنان لمدينة الشيخ زيد هناك سيولة مرورية تم والمتجه أيضا إلى منزل الصحراوي كذلك أيضا في الاتجاه المعاكس هناك سيولة مرورية تم للقادم من مدينة الشيخ زيد ومتجه إلى مدين لبنان كذلك أيضا نزلت الصحراوي ربما واضحة هنا ليس هناك ما يعرقل السيولة المرورية هناك سيولة مرورية واضحة في محور 26 يوليو سواء من بدايته أو حتى النهاية الخاصة به بننتقل إلى الطريق الصحراوي وهنا الاتجاه النازل من محور 26 يوليو متجه إلى بوابات الصحراوي أو بوابات اسكندرية هناك سيولة مرورية واضحة في هذا الاتجاه كذلك أيضا الاتجاه المعاكس القادم من بوابات اسكندرية ومن اسكندرية متجه إلى مدينة لبنان أو مطلع الدائري هناك أيضا سيولة مرورية كاملة في كلا الاتجاهين بننتقل إلى الدائري وهنا القادم من المعادي لنزلة البحر الأعظم في المونيب هناك أيضا سيولة مرورية وسط عمال التوسعات الخاصة به نزلة البحر الأعظم هناك سيولة مرورية كاملة في هذا الاتجاه وكذلك أيضا مطلع البحر الأعظم من المونيب أو متجه إلى المونيب هناك سيولة مرورية في الاتجاه القادم من المعادي حتى المونيب أو القادم من المونيب حتى المعادي هناك سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهات بننتقل إلى شاشة أخرى وهنا لطريق السويس سواء لنزل من الدائري من اتجاه المطار أو القادم من مدن الرحاب ومدين تيوي الشروق هناك سيولة مرورية تم والمتجه إلى طريق الماضة كذلك أيضا القادم من السويس إلى الماضة هناك سيولة مرورية كاملة كذلك أيضا القادم من طريق الثورة ومتجه إلى مدن الرحاب والشروق هناك سيولة مرورية وكذلك أيضا في الاتجاه المتجه إلى السويس وأيضا للعاصمة الإدارية هناك سيولة مرورية كاملة في الاتجاهات الأربع ربما هذا الطريق بيعد من التوسعات التي تمت في الأونة الأخيرة واللي بتنعكس على المحاور أو الطرق الأربعة اللي بتوضحها الشاشة هناك سيولة مرورية كاملة في الأربع الاتجاهات بننتقل إلى الشاشة الأخيرة معنا وهي من داخل العاصمة الإدارية واللي بيظهر فيها البرج الأيقوني واضح إجاليا وهو يعد البرج الأطول في أفريقيا واستكمال أعمال الإنشاءات بداخل العاصمة الإدارية كما نلحظ هناك سيولة مرورية كاملة في كلا الاتجاهين سواء من داخل أو القادم إلى داخل منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية أو المتجه في هذا الاتجاه إلى مدان الكتدرائية في العاصمة الإدارية كما نلحظ في الجولة التي شاهدناها هناك سيولة مرورية في كافة المدين والمحاور الرئيسية على مستوى القاهرة الكبرى دي كانت جولتي من داخل الإدارة العامة للمرور وبرجع ليك همام مرة أخرى شكرا جزيلا لك يا شريم الإدارة العامة للمرور يبدو أن الأوضاع هذه إلى حد كبير في الطرق الرئيسية والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى شكرا جزيلا لك يا شريم لحظات إن شاء الله وبعد هذا الفصل مباشرة نستقبل في الستوديو ضفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن سليمان رئيس إداعة القرآن الكريم السابق واستكمال سلسلة حواراتنا الأسبوعية كل ثلاثاء عن اللغة العربية وما تحتويه من الغاز ومفردات وأمور جمالية كثيرة جدا بعد هذا الفصل يا أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد مع أهمية اللغة بصفة عامة في حياتنا وأهمية اللغة العربية بصفة خاصة كواحدة من أهم اللغات الحية في العالم والتي تحدثنا طبعا من قبل عن نشأتها وخصائصها في حلقات سابقة من هذا الصباح وربما انتهينا إلى مناقشة المخطوطات ودور المخطوطات في تطور اللغة وتطور المعارف الإنسانية اليوم بإذن الله نستكمل رحلتنا بالحديث والبحث عن الخط العربي وجمالياته وأيضا دوره في تحقيق المخطوطات العربية هنتكلم في هذا الموضوع بعمقه تبدأ من هنا إن شاء الله سلسلة من الحلقات أيضا عن هذا الموضوع المهم جدا لزي ما كنا بتدردش قبل الهوى دلوقتي على طول الحقيقة ربما حتى يعني بعض أكثر الباحثين عمقا في دراسة وتحليل اللغة العربية مش الكل يقدر يتمعن ويستوعب الفرقات الكثيرة والدقيقة في المخطوطات وفي الخط العربي بصفة عامة نتحدث بتفاصيل أكثر مع ضفنا الكريم اللي بنوارنا في هذا الصباح أستاذ الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا بك يا دكتور منا أهلا وسهلا بك يا صباح الخير لا شك أن الخط العربي هو علم وفن وهناك علاقة وفيدة بين المخطوطات وبين الخط ومن أجل تحقيق المخطوطات ودراساتها لابد أن نفهم بداية الخط العربي فما هو الخط العربي؟ ما هي أنواع الخطوط العربية إجمالات؟ السؤال يحتاج إلى إجابات مطولة لكن هنحاول بقدر المستطاع أن نختصر إجابة هذا السؤال لأن الخط هو يعني عبارة عن رسول الفكر بين الناس فيما بينهم يعتبر وعاء لكل المعلومات التي يمكن أن تستقى من المعارف المختلفة الخط مع بداياته اختلف العلماء في ذلك وكانت هناك عدة أراء فمنهم من يقول بأنه التوقفي واستدل توقفي بمعنى؟ بمعنى أنه وقف من الله سبحانه وتعالى بناء على قوله عز وجل علم أدم الأسماء كلها فكان هذا معنى أنه توقفي يعني أنزله الله على سيدنا آدم وهناك رواية تقول بأن الخطوط عمة كانت على سيدنا آدم وقبل وفاته لثلاثمائة عام طبخها في الطين وحينما أتى الطوفان قام كل قو فوجدوا خطهم الذي يتعاملون به ورواية أخرى تقول بأن أول من خط بالقلم بعد سيدنا آدم هو سيدنا إدريس ويقال بأن أول من خط بالقلم هو سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم كل هذه أقوال عليهم أفضل السلام هذا أمر من بداية الخطوط نفسها وكفانا فخرا وشرفا أن ينسب الخط وينسب القلم أيضا إلى رب العزة سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلق اقرأ وربك الأقرب الذي علم بقلم علم أي علم الخط وكون رب العزة سبحانه وتعالى ينسب إليه الخط أو الكتابة أو القلم فهذا شرف عظيم وأهمية بارزة لهذا الخط وهذه الكتابة أيضا حينما يقسم رب العزة سبحانه وتعالى بهذه الكتابة في قوله نون والقلم وما يسطرون يعني حينما يقسم بما يسطرون ما الذي سيسطرونه نكتب ما نكتبه فهذه نسبة عظيمة وهذا القسم لا يقسم رب العزة سبحانه وتعالى بشيء إلا إذا كان له عظمته وله شرفه وله قيمته فإذن هذه كلها تشير إلى بداية الخط العربي ربنا وأهمية الكتابة صحيح أما عن بداية الخط وعن أنواها أيضا يقال بأن الخطوط كلها العربية أخذت من الخطوط الفينقية ويقال بأنها كان الخط النبطي الذي انقسم بعد ذلك أو يقال بأن كان هناك خط الجنوب ويسمى بالخط الحميري وخط الشمال ويسمى بالخط الصفوي والثمودي ومن الصفوي أخذ هذا الخط النبطي ثم من النبطي أخذ الحجازي الذي منه الخط الكوفي الذي نتعامل به الآن وخرج منه النسخ والخطوط الأخرى في المجمل بالتقريب كده يوجد كم نوع من أنواع الخط العربية لا حصر لها لسبب لأن هذا سيدخلنا إلى موضوع المخطوطات أيضا لأن يعني إذا كان الشرق كان يتعامل بالخط الكوفي ومنه النسخ وكلمة النسخ أيضا أخذت أنه كانوا ينسخون المخطوطات بخط النسخ إلا أن الخط المغربي كانوا يمزجون بين الخط النسخ والخط الكوفي ومن أجل هذا من الصعوبات التي تواجه المخطط المحقق لأنه لابد أن يكون على وعي تام بعلم الخطوط حتى يعلم من خلال رؤيته لهذه المخطوطة أن هذه المخطوطة مغربية ففيها نسخ مضاف إليه الكوفي وفيها مسج بين الكوفي والنسخ يعني مجمل حديث حدثك أن جميع الخطوط العربية الموجودة حاليا هي كلها أخذت من الخط الكوفي يعني في مخيلة أن الكوفي ونوع من أنواع الخط وهناك أنواع أخرى زي النسخ والرقعة وخلافه لكن حدثك بتقول أن الأصل في كل هذه الأنواع هو الخط الكوفي والخط الكوفي بحكم أن والخطوط عمتا حينما فتحت الأمصار المختلفة كان لزاما على هذه الدول أن تتعلم الخط العربي فتفننوا فيما بينهم من الذي يكتب بصورة رائقة وبصورة جاذبة لهذه الكتابات فكان هناك الخط الكوفي وهو في نشأته أيام سيدنا علي ابن أبي طالب ثم لما فتحت الدولة الأموية كانت حضارة دمشق كتبت بخطوط أخرى وكانت الدواوين تكتب بخطوط خاصة بهم نستعرض الآن بعض أنواع الخطوط دكول حسن على الشاشة ومنها طبعا الخط الكوفي وأنواع مختلفة للنسخ والرقع وخلافها نعم يعني كل هذه أنواع مختلفة لهذه الخطوط التي تشير إلى ما كان النساخون يكتبون به مخطوطاتهم وحينما انتقلت في الدولة العباسية كانت بغداد وبها ظهر الكثير من الخطوط للدرجة التي كانت كل دولة من الدول تحاول بقدر مستطاع أن يكون لها السمة من سمات هذه الكتابة حتى الفرس نفسهم كتبوا بخطوط عربية لغتهم بالحروف العربية وتفننوا في كتابات عظيمة جدا جدا للدرجة التي جعلت بعض الرسائل التي تخرج من الدولة عن طريق هارون الرشيد أو المأمون كان ملك الروم يزين بها قصرة وهو لا يعلم ما هي الكلمات التي تحويلها هذه الرسالة ولكن يتحدث بأنها صور رائقة وصور جميلة جدا فعلق بها قصره بهذه الطريقة هو بغداد بالحديث عن بغداد يعني أنه أعتقد حريك صلاحي لو أنا مخطئة أنه العراق كانت أكثر بلد ظهر فيها عدد الخطوط وظهر فيها عدد الخططين بحكم الحضارة العباسية أخذت عددا من القرون في هذا المكان فأصبح فيها عدد كثير جدا جدا من الخططين وتفننوا في المزج بين خط وآخر وأنشأوا خطوط كثيرة جدا للدرجة التي جعلتهم يكتبون بخط يسمونه الخط الجليل الواضح الجليل الذي يكتب به رسائل الملوك وزيّنوا بها بعض البدران هل بتعدد الحواضر العربية عندما كانت في العراق أو كانت في الشمس بداية وعدين العراق وبعدين مثلا والقاهرة والدولة الأسرسية على سبيل المثال هل تعدد الحواضر أدى إلى تعدد الخطوط أكيد أكيد زي ما تفضلنا في البداية حينما قلنا بأن حتى الخط الكوفي الذي كان يستخدمه الشرق في المغرب مزجوا بين خط النسخ وخط الكوفي ولذلك نجد بعض المخطوطات التي بها هذا المزج فحينما نراها مباشرة أن نعلم تماما بأن هذه المخطوطة ليست من المشرق وإنما هي من المغرب على سبيل المثال سمة من السمات التي يستطيع المحقق فيها أن يعلم زمن هذه المخطوطة أو لمن هذه المخطوطة لماذا؟ لأن علاوة على هذا أيضا هناك بعض النقط والتشكيل الذي يختلف من مكان إلى آخر وهذا أيضا على المحقق أن يتبصر كيف يصل إلى المعلومة الصحيحة وإلى الكلمة المنقوطة نقطا صحيحا أو غير المنقوطة كيف يضع عليها النقط الذي يريده صاحبه صاحب المخطوطة لأنه يريد أن يقوم بتوصيل هذا المعنى أن يصل هذا المعنى لأنه يريد أن يصل إلى ما كتبه المؤلف بصرف النظر عن المعنى المراد لا بد أن يصل إلى حتى لو لم يوافق هواه المعنى فعليه أن يكتب في الهامش ما يريد أن يوضحه خلافا على أنه لا بد أن يكون في المتن الكلام الذي كتبه المؤلف كما هذه النقطة يا دكتور حسن تدفعني للتساؤل عن الأمور التي يجب على المحقق أن يتحقق منها يعني من يبحث عن الخط أو من يقوم بكتابة المخطوطة كنا بنتكلم في دا المرة لفاتت ولكن ذكرنا أنه حضرتك ستدينا تفاصيل أكتر إن شاء الله في حلقة اليوم إيه هي الحاجات اللي يجب على المحقق نفسه أنه يشوفها أنه يتأكد منها عندما ينقل الخط يعني حقيقة المحقق هنا لابد أن يتسم بسمات خاصة وسمات عمى السمات الخاصة الصبر والأمانة نعم الصبر على ماذا؟ الصبر على القراءة ليست مرة واحدة وإنما مرات ومرات حتى يصل إلى الأسلوب الأمثل والطريقة واللغة التي يستخدمها المؤلف فلا يستعصي عليه أمر من أمور كلمة غامضة أو كلمة مصحفة ولا يحيد عن قصد المؤلف يعني ما يطلعش بره وهنا تأتي الأمانة نعم وهنا تأتي الأمانة في أنه يأتي بالنص كما كتبه المؤلف وهذه لابد أن يتسم بها المحقق بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون موسوعي الثقافة بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون على علم ووعي بعلم النحو وعلم اللغة تماما تماما بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون على وعي تام وعلم تام بعلم الخطوط حتى يستطيع أن يصل إلى هذه المخبئات في هذه المخطوط في هذه النقطة تحديدة دكتور حسن هل فمت اهتمام حاليا بالخطوط وعلم الخطوط ودراسته والتفرقة بين أنواع المختلفة هل هناك معاهد مدارس متعلقة بالخطوط العربية عموة لا شك أن كل حضارة من حضارات الدول لا تأتي بهذه الحضارة أو لا تأتي بهذا التقدم إلا مع براعتها في علم الخطوط لماذا؟ لأنه كما قلنا في بداية الحلقة الخط والكتابة هي رسول الفكر بين العقول المختلفة وبالتالي فلابد أن كل دولة تريد أن نهوض بحضارتها لابد أن تهتم بهذه الخطوط وبهذه الكتابة وبالعكس يعني الحضارة الإسلامية في عصر من العصور برعت في هذه الخطوط لماذا؟ لأنها كان بعض الآراء تقول بأن التصوير حرام والتمثيل ومثل هذه الأمور فكانوا يستهدوا عنها بهذه الكتابة وهذه الخطوط كيف يصنعون منها هذه الصور والجداريات الجميلة لدرجة أنهم كانوا يتفننوا في بسم الله الرحمن الرحيم كيف يجعلونها على شكل طائر لا إله إلا الله كيف يجعلونها قباب ومآذن وما شابه ذلك حتى حينما ننظر إلى المخطوطات نجد بأن كثير من المخطوطات كانوا يفترشون الصفحة ببعض الرسومات وهي ليست حسبات وإنما هي كتابات كتابات يزينون بها هذه الصفحة ثم يكتبون الكتابة الصحيحة أو الكتابة المقصودة في المؤلف الخاص الآن هل هناك مدارس؟ نعم مدارس الخطوط نعم كثيرا جدا بقدر أهمية الخط العربي وأهمية أن نفهم ونعي بأنواع الخطوط وما إلى ذلك الحك ذكرتها يا دكتور هل لدينا عدد كافي من الخططين ومن يقومون بالتحقق من المخطوطات في الوطن العربي عموما أو في العالم عموما أم أنه عندنا النظرف ده مش عندناش العدد الكافي يعني نستطيع أن نقول بأننا نريد المزيد لكن حينما نتحدث عن الخط فهناك مدارس كثيرة للخطوط وهناك من يريد أن يتعلم هذه الخطوط ولكن ينبغي على من يريد أن يتعلم هذه الخطوط وعلى هذه المدارس ألا يبرح الكتابة يوميا للدرجة التي جعلت الحافظ عثمان وهو من الكتاب المشهورين في تركيا ممن يكتبون المصحف يقول إنني لأعلم الخط الذي كتبته يوم السبت من كل أسبوع عن بقية الخطوط لماذا؟ لأن يده تطاوعه في كل الأيام وحينما يأتي إلى يوم الجمعة وهو أجازته فلا يكتب فيه يجد بأن كتابته يوم السبت تختلف عن بقية الأيام ولذلك فينبغي على من يريد أن يكون بدراية كاملة على استمرار والمواظبة على استمرار والمواظبة ومطاوعة يعني يعني مطاوعة اليد لهذه الخطوط بالميلان الخاص بها بالدوائر الخاصة بهذه الحروف ينبغي عليها أن يكون هذه المطاوعة تريد منه أن يعني يستمر في الكتابة على الدول بكر حسن سليمان رئيسي دعاة القرآن الكريم الأسبق شكرا جزيلا حزيك على وجودك معنا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك الأسبوع الجاي عايزين نكمل برضو عشان فيه المخطوطات لسه فيه موضوعات التحقيق نفسه إن شاء الله المتن والمؤلف والعنوان كهذه إن شاء الله حزيك لحضرتك من النهاردة إن شاء الله من النهاردة إن شاء الله التكنولوجيا كيف يمكن حجز التذاكر أو زيارة المتحف بدلا من نحن نروح نحجز تيكت أو نحجز تذاكر من المتحف ممكن من خلال تطبيق على وسائل على الموبايلات أو حتى الموقع الإلكتروني لمتحف الحضارة يمكن إن نحن نحجز تذاكر كيفية إدخال المتاحف إلى عصر التحول الرقمي بعد فاصل قصير ولإنه بلدنا الحلوة وبلدنا الأمر زي ما داليدة كان بتوصفها في واحدة من أحلى أغانيها اللي بقية معنا طبعا لغاية دلوقتي حلوة يا بلدي لإنه بلدنا علشان هي حلوة في عينينا وعشان نفسنا إن شاء الله دايما تفضل حلوة في عينينا وفي عين العالم كله لازم طول الوقت نطور على ندور على الجديد وندور إزاي نطور حتى في الكنوز الحضارية الأجداد أجدادنا سبوهالنا من عصر القدماء المصريين والفرعنة والحقيقة إنه المتحف القومي للحضارة المصرية في وقت قياسي جدا لما تتابع أخباره هتلاقيه اتحول لأحد أهم المعالم المصرية الجاذبة للسياح في مقتنيات فريدة في حاجات جوه المعرض فريدة جدا ومش موجودة طبعا في العالم كله بحكم حضارتنا اتروج ليها بشكل كبير أو يمكن في خلال الحدث المصري العالمي لنقل المميوات الملكية من المتحف المصري للتحرير لغاية طبعا مقر إقامتهم الدائم في متحف الحضارة الإيفنت كله على بعضه أو الحدث كله على بعضه لما شفنا أحدث المواصفات العالمية والتكنولوجية اللي كانت موجودة فيه شفنا قد إيه إنه فعلا حتى مع ما هو متعلق بكنوزنا الحضارية وتراثنا وأثرنا لا كمان دخول التكنولوجيا فيها أصبح شيء ضروري جدا ومهم جدا جدا عايزين نتكلم على أبليكيشن جديد بنسمع عنه وعايزين نتكلم على خطط أيضا حالية ومستقبلية لها علاقة بربط ما لدينا من كنوز وأثار عظيمة الحقيقة بنفتخر بيها كمصريين بالتكنولوجيا الحديثة ضفنا كريم اللي بنورنا في هذه الفقرة الأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمتحف القومي للحضارة المصرية صباح صباح الخير يا فندم أهلا بي أهلا بحضرة دخول المتاحف قطاع المتاحف والأثار إلى عصر التحول الرقمي أصبح ضرورة مش من قبيل الرفاهية بالنسبة للمجتمعات أهمية هذا التحول الرقمي عندما يبقى جزء رئيسي من الأثار والمتاحف والقطاع الأثرية وحتى الزوار وسائحين المصريين طمنوا الأجانب زي ما حضرتك ذكرت بالفعل إحنا حاليا بنعيش في حضارة مختلفة عن المواضي إحنا بنعيش في حضارة التكنولوجيا للاتصالات والمعلومات لازم دي اللغة اللي احنا بنتكلم بها حاليا ودي اللي نقدر نتواصل بها مع كل الجمهور فإن أنا بقدم لهم حضارة عريقة من ألاف السنين وبغلفها في إطار التكنولوجيا بحيث أن يقدر الشباب أو المعاصرين لهذه الحضارة يقدر يتفاعل مع حضارة أجداده ويبن قد إيه إن هي عظيمة بطرق مبتكرة ومختلفة فإحنا دايما نطوع التكنولوجيا في خدمة الحضارة وفي خدمة الآثار لخدمة الزائر وتقديم تجربة فريدة من نوعها تربط الزائر بحضارته تربطه بالمتحف على طول كان من بداية الاستعدادات للمتحف احنا عملنا إنفرستركتشر التكنولوجيا عالية جدا بحيث أنها تقدر تواكب وتعاصر التكنولوجيا الحديثة زي بالضبط الشاشة اللي هي السيركل والرنج اللي هي موجودين عندنا فيه شاشة بقطرها حوالي 11 متر والشاشة على شكل حلقة برضو قطرها 11 متر في ارتفاع 2 متر دي على مدخل قاعة المميوات الملكية بتأهل الزائر إنه هو بيعدي على الشاشات دي بيشوف مناظر للتحنيط ومناظر للمقابر بحيث إنه هو يبقى مؤهل وهو مستعد هو داخل في حضرة الملوك مصر العظام في قاعة المميوات حلوى فكرة دي من ضمن الايقونات المميزة او ايقونات تكنولوجية جوه المدهف طب بيشوفها بس كده بالعين يعني مفيش استخدام مثلا ندارة مفيش لا حالين هو بيشوفها بس بالعين وهو داخل في زيارة المميوات بيعدي من عليها تمام والمادة العلمية اللي بتكون معروضة على الشاشة دي قدامه حركت ذكرت زي الطحنيت زي مناظر للمقابر دي مواد في المية مصورة مخصوص ولا مواد في المية حقيقية مصورة من داخل المقابر ومصورة لبعض المميوات وعمليات الطحنيت وبعض الرموز المستخدمة من كتاب الموتى حاجات كده بتؤهل الزائر ده موجود في المتحف داخل المتحف داخل المتحف أيضا أنتوا استحدثت تطبيق على التليفونات على شاشة حاجات كتير منها على سبيل المثال أنه ممكن تاخد جولة في المعرض الافتراضية طبعا في المعرض حضاك شايف هل ممكن التطبيق ينافس الوجود الحقيقي الفيزيائي للإنسان في المعرض ولا في المتحف بالعكس كان الهدف من التطبيق هو ربط الزائر بالمتحف حتى بعد الزيارة واللي ما زارش المتحف يرغبه أنه هو يقدر يزور في معلومات بسيطة بتجد بسيطة فيه طبعا التطبيق ده من خلاله يقدر يتعرف على الخريطة الداخلية للمتحف يبقى عارف فين المعرضات وهو لسه ما دخلش المتحف يقدر يحجز تيكت في المتحف للزيارة يقدر يحجز كمان جولة لرؤية الأصار وهي بترمم فيما يعمل الترميم من خلال برضو هذا التطبيق كمان أول ما يوصل بالمتحف بيجي له نوتيفكيشنز أو إشعارات على الموبايل هو موجود فين بالزبط لو عدى على فاترينة معينة زي فاترينة مثلا الخبز فاترينة البناء أي فاترينة معينة هو بيعدي من عليها بتقوله أنت في الحتة الفلانية وتدي له معلومة مبسطة عنها بحيث أنه هو بيقدر يعتمد على الابليكيشن في خلال الجولة بتاعته أنا كنت عايز أسأل حرك لما قلت موضوع الخبز لأنه الناس ممكن تعتقد أنه الموجود في العرض هو بس الأجزاء من المميوات أو الراس أو كده لكن لا حرك بتقول الخبز يعني حتى الأمور الحياتية بتاعت قدماء المصريين اللي بتهمنا لأنها بالنسبة لنا حاجة مش فاميليا رحنا بيها قوي مش مقلوفة عندنا قوي دي حلوة هو المتحف هو متحف حضارة يعني بيشرح الحضارة الحضارة فيها بناء فيها زراعة فيها أكل فيها هندسة فيها طب دي كل الحاجات فعلا اللي موجودة عندنا بداية من ما قبل التاريخ عصور ما قبل التاريخ لغاية العصر الحديث وفي حتى أعمال من الفن المعاصر برضو موجودة يعني احنا بنبدأ من هيكل عظمي من ألاف السنين موجود لغاية العصر الحديث وعصر النهضة وإضافة إلى جالري خاص أو معرض خاص بالموميوات طيب هل الابليكيشن تم إطلاقه ولا الابليكيشن تم إطلاقه من شهر وبداية الإطلاق من بداية الإطلاق عملنا على التحديث المستمر يعني هو مش الفكرة نحن اطلقنا لا احنا شفنا رد فعل الجمهور والتقييمات بتاعتهم وحاولنا في كل التحديث نحن نحاول نزود ونضيف إضافات جديدة يعني دلوقتي ممكن ننزل الابليكيشن واحجز تذكرة للمتحف تقدر تحجز حضرتك من خلال الابليكيشن واحجز فكرة عن المتحف والأقسام بتاعته والخريطة الداخلية بتاعته والقاعات اللي هي موجودة فيها مجرد ما بتوصل الابليكيشن مع حضرتك بيقولك انت موجود فين بيديك رسالة ترحيب بيشرح لك انت موجود فين انت عايز تتوجه لحاجة معينة لمكان معين هو بيقولك تقدر تروحه ازاي طبعا عندي عندي سؤال برضو لحضرتك الحراكي قلت انه أول الابليكيشن ممكن ننزله ابل ستور او جوجل بلاي او جوجل بلاي يعني كل أنواع الموبايلات الحديثة السمارت فون السؤال بقى الفكرة حراكي بتقول عن طريق الابليكيشن حاخد فكرة عن المعرض والقاعات اللي أنا حضرها هل ده بيبقى limited view يعني view محدود طبعا ولا بطبع طبعا احنا بس كده بنقول ان احنا بنعم تشويق يعني بنقوله تشويق تعال هتيجي هتلاقي كذا وكذا عندنا هو اسمه ايه تحديدا الابليكيشن هو الابليكيشن ممكن نسيرش عليه بالنمك NMEC هو ده اختصار NEMC نمك اختصار الناسيولي kunne نمك ممكن نحن بيخذ أي حاجة موزيوم ممكن يجي طب هو عشان لوحد نسير الحروف هو اختصار الناسيولي االم الناسيولي ناخد الحروف الاول Анية هنكمل هذا الحوار قصد ذهاب لكن المشاهدين هنخلنا نروح لوقتي نشوف بعض المعلومات عن متحف الحضارة في سياق العرض التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تدخل على الابليكيشن تحجز لنفسك تذكرة أو تاخد فكرة وتاخد فكرة عن القاعات اللي حضرتك حذرها وبالتالي ده حيدفعنا إلى سؤال ضفناك كريم اللي بنجدد الترحيب دي مرة تانية الأسابق هاب عبد الحميد أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية ده حيدفعنا للسؤال عن السكشنز أو الأقسام الموجودة في الابليكيشن حالك لو تعرفنا بها عشان حتى نبقى يعني عارفين وإحنا جايين لتطلع الابليكيشن الابليكيشن طبعا هو ناتج بالتعاون مع المهندسين الاي تي موجودين بالمتحف وشركة اي بي ماجيكس المهندس حسين مجاهد وبالإضافة إلى الزملاء الأساريين والمرممين في المتحف ده كله ناتج الابليكيشن عن التعاون بينهم الابليكيشن في البداية بنتي بتسجلي عليه الإيميل والرقم التليفون لو حبه لو حبه عايزة تخشي كجيست مفيش فيه مشكلة بس احنا بنفضل إن هو بيسجل عشان يبقى already connected أو مرتبط لو فيه أي أحداث ثقافية أحداث فنية آه يعني أصدر حضرتك أعمل register مش أعمل visit مثلا أو مش أبقى ممكن عادي من غير المتعمل فيه guest two options موجودين بس حالك تفضل إن أنا سجل أبقى register عشان to stay connected مع المتحف لو فيه أي إيفنت ثقافي فني فيجيلي إشعار بيه آه يجي لحضرتك إشعار بيه آه تقريبا هو ده هو ده الابليكيشن بس لسه اسمه هو اسمه موجود لسه بيعمل آه هو فعلا M-N N-M-E-C 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 وديه الشرائسات ده اللوجو بتاعنا آه وبأعمل آه ما كريت أو اللغة وضحوا للكاميرا ممكن تخش أزا يا guest بسرعة عمونا ممكن نشوف صورته نخش أزا guest بخيله ألعاب عندي فأشتبت لات نشوفه طيب طيب الأقسام المختلفة اللي حضرتك سألت عنها إحنا أول حاجة بنقدم التسهيلات أو بندي فكرة عامة عن التسهيلات الموجودة في المتحف زي السينما المسرح المول الحاجات دي كلها الجفت شوب دي فكرة مبسطة برضو عن القاعات وبعض المعارضات بنخش على خريطة المتحف بنقدر نحجز تيكت للمتحف للزيارة ونقدر نحجز تيكت للزيارة الخاصة بمشاهدة عمليات الترميم ودي يعني من الحاجات المهمة جداً ومش متاحة في أي مكان في ناس يعني تدفع نص عمرها عشان تشوف ترميم فكرة ترميم الأثار بالفعل إحنا عندنا المعامل المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجية حديثة في مجال الترميم وعندنا مرميمين على أعلى مستوى فعلاً تجربة ممتعة ويعني أدعوكم لزيارة إحنا إمتى ممكن ننزل الأبليكيشن ونعمل ريجستريشن؟ يعني ده موجود حالاً دلوقتي لو حديك دخلتي على أب ستور أو جوجل بلاي تقدري تدونلود الأبليكيشن وتقدري تتعاملي مع المتحف أو مع التطبيق مباشرة هل في مشروعات مستقبلية؟ احنا اسمعنا برضو حضايك بتقول إن في أسورة ممكن يلبسها الزائر في أحدة مشروعات طبعاً أولاً التطبيق نفسه مش هيستمر على هذا الوضع لا على طول بنحدث فيه هيبقى فيه من خلال التطبيق ده زيارة افتراضية للمتحف يعني ممكن أي شخص في أي مكان في العالم يقدر إن هو يزور المتحف افتراضي عن طريق الأبليكيشن ده احنا شغالين في التحديث ده إن شاء الله يخرج لنور قريباً وهي سوف يتم الإعلان عنه قريباً إن شاء الله فيه مشروع مختلف تماماً عن الهبليكيشن خاص بالدجيتال ليبلز الملصقات الدجيتال دجيتال هيبقى بدلاً ما هيبتبقى ليبلز كده مكتوب عليها لا بكذا لغة لا هو تبقى سكرينز تبقى سمارت الزائر أي إن كانت جنسيته أو لغته وهو بيحجز التيكت بيجي معه السويرة بيلبسها في إيده بيدي تيكت اللغة بتاعته مجرد ما بيقرب من الليبل بتتحول الشرح بتاع الفاترينا نفسها لللغة اللي هو لابس بيها البيرسلت ده حاجة أدفانست قوي إحنا شغالين عليه وإن شاء الله يخرج للنور قريب وسيتم الإعلان عنه قريب بيدا إن شاء الله مين فرق التكنولوجي اللي اشتغلت على ده؟ هو إحنا بالتعاون مع وزارة دكتور خليد شريف وزارة الأصار وبعض الشركات الخاصة إحنا شغالين معهم طيب إحنا بس على الهوى دلوقت يا بش مهندس ماشيين مع حضراتكم خطوة بخطوة إزاي ممكن تنزل الأبليكيشن سواء من أب ستور أو من جوجل بلاي أدي محتويات وهي يا بش مهندس تمام ومن دولة مهمة إنه هو بيقدر يوصلك للمتحف لو مش عارف المكان هو برضو من خلال الأبليكيشن بيوصلك للمتحف وإحنا كده ماشيين الستابس صح مزبوط الستابس كده ماشي مزبوط ودي جانب من المعروضات هو بيقول لك على اللقاعات تقريباً لجوه المتحف وبيقول وفي عندنا اللي هي البيهايند سين اللي هي موراء الكواليس عملية الترميم اللي بتتم يعني الأثر اللي بيظهر بيتم على عملية صيانة وترميم أنا كمان ممكن على هوا بشوف فيه قطع أسرية قطعة و حلوة دي حلوة دي برضو قطع أسرية بيئتها بقيا يا همم مش حد أخبرهم حاجاتنا على البويلة قطع أسرية والمعروضات بتاعتها فيه طبعاً عدد كتير من القطع المعروضة المعروضات موجودة حلوة دي ممكن ندخل عليها ونشوفها فصلها طب سؤال كل قطعة من دول يعني مثلاً لو عملنا كليك على قطعة من القطعة الأسرية دي ليها شرح تحتها ليها شرح تحتها شرح مباسة تحتها معلومة وفيه بلغتين بالعربي والإنجليش حلوة حلوة جداً هتزودوا لعدد اللغات؟ هنزود برضو في التحديثات المقبلة حسب تقييمات الجمهور وحسب إحصائيات مين أكتر الناس بتستخدم لتن بالزات فده إن شاء الله برضو لو لغة التنائية تاخدوها مع العربي والإنجليزي وفرنساوي أربع لغات وألماني بيتم الدراسة وروسي عندنا سياحة روسية كتير ست لغات إن شاء الله طبعاً التكنولوجيا بيتتيح إن احنا بسهولة إن احنا نقدر نغير أو نضيف كل اللغات المطلوبة شكراً جزيلاً يا أستاذ عبد الحميد إدارة تكنولوجيا متحف الحضارة شكراً جزيلاً والشكر موصول لكل العاملين في متحف الحضارة سواء العاملين في الشق التقني أو حتى في المتحف في حد ذاته متحف كبير جداً ومتحف حاز على زخم كبير في العالم خصوصاً بعد ما احنا شفناه من كم شهر وحضور الرئيسة الفتاح السيسي في موكب المميوات وموكب الملكات شكراً جزيلاً شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة وشكراً لكم شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة إن شاء الله من بكرة للجمعة يكون معاكم زملاء لنا في هذا الصباح ونرجع مرة تانية بإذن الله لو لنا عمر همم وأنا نلتقي مع حضراتكم السبت المقبل يومياً مع حضراتكم في هذا الصباح من 8 صباحاً ونترككم الآن ودومتم في أمان الله اشتركوا في القناة